اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين اللهم هؤلاء عبادك وإيماءك قد اجتمعوا في بيتٍ من بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك فأنزل عليهم رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده واعتق رقابهم من النار وبلِّغهم رمضان أجمعين لا فاقدين ولا محقودين اللهم وفِّقهم أجمعين لرضوانك اللهم تقبل منهم أجمعين بالمضاعفة اللهم اجعلهم أجمعين من عبادك المخلصين المخلصين اللهم وفِّقهم لما يرضيك واجعل أعمالهم خالصةً لوجهك الكريم اللهم اجعل هذه الوجوه جميعًا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك أن تتقبل من جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات بالمضاعفة وأن تعيد عليهم رمضان سنين كثيرة وتوفقهم للطاعات وترزقهم القبول يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا ونسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وأقضي الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذر من خذل المسلمين اللهم ارفع هذا الوباء ورجزع للمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الذين ماتوا وهم يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إنهم أسارا ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يغفر الله لنا ولكم